ينضم إلينا من درعة محمد المذيب ناشطة إلامي السيد محمد أهلاً ومرحباً بك أهلاً وسهلاً بك أخي الكريم بدايةً يعني هناك حديث عن تعزيزات تعسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية باتجاه القنيطرة في حين تتضارب الأنباء حقيقةً حيال ما يجري في درعة محمد لو وضعتنا في الصورة نعم أخي الكريم بالبداية أن ما يروج له النظام حاول توجه أرتال إلى درعة وتعزيزات إلى درعة التقارير تحدثت إلى القنيطرة بالذات إلى درعة والقنيطرة أيضاً أعلام النظام يتحدث عن تعزيزات يبعثها إلى درعة والقنيطرة طبعاً كلها عبارة عن ذوبعة إعلامية منذ شهر ونصف النظام يروج بأن هناك تعزيزات تذهب إلى الجنوب ولا سيما إلى القنيطرة لكن المراصد أكدت بأنه لم يدخل أي جندي يتبع لقوات النظام ومرتزقته منذ أن بدأت هذه التصريحات إلى الآن بالمقابل أيضاً يروج النظام عن انسحاب الميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري ولا سيما من درعة والقنيطرة في الآونة الأخيرة وبعد الضربات الإسرائيلية لكن إلى هذه اللحظة لم يتم انسحاب أي شخص أو أي مقر من الميليشيات الإيرانية المتواجزة في الجنوب وعددها 30 موقع أغلبها يتوزع في القنيطرة وفي اللواء 90 تحدوداً أيضاً في درعة في اللواء 12 فقد كان هناك تغيير لمواقع تواجدهم في اللواء 12 وأيضاً في اللواء 90 وفي منطقة مثلث المواقع بين ريفي درعة والقنيطرة لم تدخل تعزيزات للنظام ولم يتم انسحاب الإيرانيين والميليشيات الإيرانية من الجنوب السوري إذن محمد أفهم الحديثك لا يوجد أي تعزيزات عسكرية للنظام باتجاه منطقة الجنوب ولا يوجد أي انسحاب للميليشيات الإيرانية من منطقة الجنوب نعم أخي الكريم نحن في إطار فقط نعم التعزيزات التي دخلت لمرة واحدة دخلت إلى مدينة البعث إلى القنيطرة وتم انسحاب هذه القوات التي دخلت الرتل واحد مؤلف من خمس دبابات وما يقارب ثلاث ننقلات جود دخلت خلال 24 ساعة من انسحابها دخل هذا الرتل من أجل التصوير فقط قام النظام بتصوير هذا الرتل ودخوله إلى مدينة البعث في القنيطرة وتم انسحاب هذا الرتل بعد 24 ساعة من تصويره وأكدت المراصد بأن هذا الرتل ذاته الذي دخل خرج في اليوم التالي طب السيد محمد يمكن القول من خلال نفيك لهذه التعزيزات نحن فقط في إطار حرب نفسية تستهدف القضاء على معنويات الفصائل تستهدف الحصول على مكاسب من خلال الاتفاقات التي تجري بين الدول الضامنة في تلك المنطقة نعم هذه الزوبة الإعلامية التي يقوم بها النظام هي فقط من أجل الضغط على الحاضنة الشعبية للثورة وإيهامهم بأن هناك معارك مرتقبة في الجنوب وهناك عمل عسكري سيقوم به النظام وارتزقته في الجنوب ليجر الناس إلى المصالحات طبعا الناس في الجنوب السوري وفي محافظتي درعة والقنيفرة يعلمون من هو النظام المجرم الذي قصف هذه المواقع المحررة لمدة سبع سنوات متتالية واعتقل وشرد الملايين من هذه المنطقة منطقة الجنوب السوري والناس تعلم مدى كذب هذا النظام وإعلاميا وسياسيا سؤالي أخير لك أستاذ محمد فيما يخص المدنيين هل الهدوء الحذر هو سيد الموقف الآن سواء في درعة والقنيفرة بحسب الطلاعك أنت أقرب إلى المنطقة أم يعني يوجد تطمينات كافية من الفصائل لهؤلاء المدنيين طبعا بالنسبة للمدنيين ورأيهم بالنظام المدنيين لا يثقون بهذا النظام المجرم كما ذكرت لك أما بالنسبة للفصائل الأنفصائل أصدرت عدة تصريحات طمنت بها المدنيين وقالت لهم عندما يكون هناك معركة أو تعزيزات سوف ندافع عن المناطق المحضرة والجنوبية صراحة أعلنت موقفها من الحرب في الجنوب السوري وقالت بأنها ستدافع عن المناطق المحررة لن يتكرر سيناريوهات الشمال وسيناريو الغطى في الجنوب السوري سيكون الدفاع هو سيد الموقف في حال فرضة الحرب على الجنوب شكرا جزيلا لهذه المعلومات محمد المذيب ناشط علامي حدثتنا من درعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة